أعوذي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تحليل بيئي الوحدة الرابعة الملوسات الطبية المدكال واليوتن ونواصل تسجيل مقاطع لشرح محتوى هذه الوحدة اليوم نتناول مصادر العدوى في هذا المقطع ونجد انه العدوى نوعان العدوى نوعان مباشر عدوى بطريقة مباشرة او عن طريق مباشر وعن طريق عدوى عن طريق مباشر وعن طريق غير مباشر عن طريق مباشر وعن طريق غير مباشر ينقسم نقل العدوى الي هو الى قسمين مباشر وغير مباشر المباشر ينتقل المرض دون وجود وسيط عن طريق الاستنشاق والملامسة او الاتصال الجنسي إذن العدوى تنتقل على الطريق المباشر لاستنشاق الملامسة أو الاتصالة الجنسي عن طريق ثلاثة وسائط الغير مباشر انتقال العدوى الغير مباشر ينتقل المرضى عن طريق وسيط الوسيط إما أن يكون حي مثل الحشرات المنزلية أو وسيط غير حي مثل الطعام الملوس كالحليب والماء والتربة والهوة وكذلك الأدوات الشخصية إذن في حالة انتقال العدوى عن طريق المباشر لا يوجد وسيط لا يوجد وسيط هنا غير مباشر يجب أن يكون هناك وسيط والوسيط هنا إما أن يكون حي مثل الحشرات المنزلية أو غير حي مثل الأدوات الشخصية الملوسة أو الهواء أو التربة أو الماء أو الطعام الملوس مثل الحليب مصادر العدوى من الإنسان مريض بمرض معدي ينتقل المرض بطريقتين مباشر وغير مباشر وعرفنا المباشر بدون وسيط والغير مباشر بوسيط وعرفنا نوع الوسائط مريض بمرض خفي وينتقل العدوى هنا بطريقة مباشرة ينتقل المرض مباشرة إنما يكون حاملا للمرض ينتقل المرض مباشر في انتقال مباشر مصادر العدوى من الحيوان الحيوانات الأليف والفئران والحشرات المنزلية تنقل المرض بطريقة غير مباشرة إذن هنا تنقل المرض بطريقة غير مباشرة وبهذا نصل لنهاية هذه الوحدة وسوف نواصل الشرح في وحدات قادمة إن شاء الله